أشهد رئيس المصري عبدالفتاح السيسي بعمق العلاقات الاستراتيجية المتميزة بين مصر واليونان والتطور الملموس الذي يشهده التعاون الثنائي في مختلف المجالات واخد مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس بيتسو تاكس بمدينة العالمين الجديدة أعرب رئيس المصري عن تقديره لموقف اليونان تجاه مصر سواء على المستوى الثنائي أو في إطار الاتحاد الأوروبي وأكد رئيس المصري موقف مصر الداعم للمسار السياسي في ليبيا وأهمية إجراء الاستحقاق الانتخابي الرئاسي والبرلماني مشددا على ضرورة خروج القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية واستعادت ليبيا سيادتها ووحدة أراضيها واستقرارها من جانبه أكد رئيس الوزراء اليوناني حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقة مع مصر ودفعها إلى أفاق أوسع مشيدا بدور مصر لمواجهة الهجرة غير الشرعية وما تفرضه من أعباء لاستضافتها ملايين اللاجئين على أراضيها ترجمة نانسي قنقر